السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة المتوسطة لطلابي وطالباتي المبدعين والفنانين الكبار في الصف الثالث متوسط معي في مادة الفنية للفصل الدراسي الثالث فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي بداية نتحدث عن درسنا هو عناصر من الطبيعة طباعة فلي بداية علينا أن نسترجع القوانين التي علينا أن نلتزم بها أثناء مشاهدة دروسنا على قنوات عين التعليمية أولا أبنائي وبناتي علينا أن نختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج بعيدا عن التجمعات أيضا تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كما يجب علي أبنائي وبناتي أن أجهز الكتاب وأدواتي المدرسية التي أحتاجها قبل بداية الدرس وأستمع إلى درسي بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي لا أخيرا نوجه رسالة إلى أولياء الأمور نطلب منكم التواجد أثناء فترة البت وذلك للتوجيه والإرشاد أخيرا أبنائي وبناتي نصلنا إلى عنوان درسنا الجميل عناصر من الطبيعة هي طباعة فلي من منا لا يحب الطبيعة إذن في درسنا اليوم راح يتكون الهدف العام من هذا الدرس من خلال نتعرف على تقنيات الطباعة باستخدام شرائح ألف اللين منين راح نستوحي فكرة استخدام الشرائح أو ماذا سنرسم على الشرائح من خلال الطبيعة أولا على الطالب أن يذكر الفرق بين الرسم والطبيعة يرسم التصميم من خلال تحديد الشكل والخلفية يستخدم الرول لتوزيع الألوان أخيرا يطبع الطالب الطباعة على وراق مختلفة نعرف الطباعة بأنها هي طباعة آلية عن طريق نسخ نموذج أو مجسم لنموذج على مجسم طباعتها على ورق يعني نقله على مجسم أو جزء مادي إذن هي نقل مجسم على شكل مادي صور من الطبيعة أمامكم ممكن ورق شجر أعطوني أمثلة لأشياء موجودة عندكم في الطبيعة ورق شجر أحسنتهم الأشجار الورود مثلا الفراشات هذه جميعها ممكن نستوحي منها فكار ماذا نرسمها على شرائح الفلين أبنائي وبناتي ونحن نطبق مع العملي ونكون لدينا فكرة رح نحتاج فلين الرول الخاص بالألوان الطباعة ألوان طباعة صحن الصمغ الكرتون لماذا حتى نستفيد منه في صنع القاعدة أحيانا إذا لم يتوفر لدينا كمية من الفلين كذلك كراسة الرسم مقاس رح أعطيكم صور من الطبيعة تقدرون تكونون منها فكرة لحظوا هنا أبنائي وبناتي ماذا يظهر لكم؟ يظهر لكم أوراق الشجر لحظ أوراق الشجر تفاصيلها الألوان الظاهرة فيها كيف جميلة توحينا بأي فصل من فصول السنة؟ فصل الخريف أحسنتم إذن سنصنع ورقة جميلة نستوحي منها ماذا؟ من شرائح الفلين باستخدام ورق أساس التي سقطت في فصل الخريف والألوان التي تظهر لها ونكون لنا موضوع وفكرة من الطبيعة باستخدام تقنيات الطباعة إذن قمنا أنا وأنتم سابقاً أبنائي وبناتي بإعداد ورسم ورقة شجر كانت من نموذج قمنا بإعداده سابقاً أنا وأنتم إذن هذا النموذج ماذا علينا أن نفعل به؟ راح نستخدم ورق فلين بطريقة هذه ونحاول أنثبتها على ورق الفلين باستخدام الغراء إذن أحاول توزيع الغراء وتثبيتها على الورقة أحاول بقدر احتياجي يعني ما أحاول أستغل كامل حجم الفلينة حتى أستطيع استخدام الفلين في وقتين آخر أضع الغراء لاحظوا معي ظاهر معاكم لاحظوا كيف إذن بقالي هنا جزء نسيت أفرغها راح أفرغها معاكم استخدام خدعة المشرط مثل ما قلناك سابقا أن المشرط يكون بعكس اتجاه اليد يعني أنا حطيت اليد في الأعلى إذن أحاول المشرط يتجه للأسفل لا قدر الله أنفرط من يدي ما يسبب لي أي جرح أو أي أذى وحفاظا على سلامتكم ممكن نستعين بأحد الكبار عند استخدامي أدوات حادة إذن أنا راح أزيل الجزء الزائد بطريقة هذه أقص إذن أحاول بهذه الطريقة لاحظوا معي أبنائي وبناتي نبدأ نكون نموذج أحاول أوزع اللون الأخضر لاحظوا في أجزاء ما راح ألمسها باللون الأخضر ليه؟ ليه؟ لأني بحط عليها اللون الأصفر ما حنا قلنا راح نستوحي الفكرة وتلوين الطباعة من فصل الخريف إذن في فصل الخريف غالبا تتساقط ألوان ملونة الألوان تكون صفراء على برتقالي هذه الدرجات حتى تستعد بعد ذلك وتثمر مرة أخرى في فصل الربيع إذن بطريقة هذه أحاول أدمجها أكون حريصة جدا أني أضع ألوان على جميع أجزاء المتبقية عندي لاحظوا معانا هنا أنا حاولت أوزع اللون على جميع أجزاء الورقة أبدأ لاحظوا الفكرة الموجودة على اللوحة قدامكم شوفونا الفكرة راح نحاول نطبق الفكرة يتظهر أمامكم مباشرة على اللوحة بحيث أنه أمثل أنه أوراق تتساقط راح أضعها بالشكل هذا راح أثبتها ونضغط على لوحة الفلين حتى نضمن أن الطباعة تكون جيدة تقدر الإمكان إذن هكذا أبنائي وبناتي راح أزيل القالب واو جميل جدا إذن راح نكمل مرة أخرى نفس الطريقة وبنفس التكنيكات ونفس الخطوات التي أمنا عليها سابقا ممكن نضيف اللون البرتقالي هذه المرة نلون الورقة باللون الأوراق برتقالي أهم نقطة أنه نكون حريصين بتوزيع اللون على جميع الأجزاء الطريقة هذه لاحظوا معي هذه المرة أحاول أكثر الجزء الأصفر هكذا أبنائي وبناتي إذن راح نكمل عنه كأنه فعلا الأوراق جلسة تتساقط معي في فصل الخريف بالطريقة هذه نحاول أنه نضغط على لوحة الفلين حتى يظهر اللون على ورق الأبيض الكراسة بطريقة هذه بسم الله نزيلها بدأت تتكون لدينا فكرة لفصل الخريف ونبدأ نستمر ناخذ ألوان مختلفة أريد أن تجربون وضع اللون البرتقالي مثل ما هو موجود هنا الأخضر الزيتي هذه الدرجات راح تظهر معكم صورة جميلة تعبر عن فصل الخريف استوحينا الطباعة هنا من الطبيعة من حولنا الجميلة كوننا موضوع الطباعة عن فصل الخريف وصلنا الآن إلى نهاية درسنا أبنائي وبناتي لقاكم على خير ووقت ممتع وجميل مع فنون الطباعة معكم معلمتكم منال صالح الغريب